العادات والتقاليد الدينية للأطفال والشباب في سن المراقبة تتطلب مننا متابعة مستمرة من الأب والأم طول الوقت كمان لازم نعلمهم بشكل سليم ايه هي طرق الالتزام الديني وازاي كمان يحفظوا على مظهرهم في سن البلوغ والالتزام بملابسهم طبقا للشريعة الإسلامية والديني الإسلامي اللي ربنا أمرنا بيه مع إقاع الحياة الجديدة ودخول للأسف الشديد كده عادات وتقاليد غريبة عن تراثنا وعن ثقافتنا الإسلامية بيبقى فيه تحدي كبير أمام الأباء والأمهات ازاي يوجبوا هذا التطور مع ولادهم ازاي يعلموهم قيم الأصيلة للدين يحفظوا ازاي على الفروض على الصلاة يحفظوا ازاي كمان على مظهرهم شكلهم بما يناسب ثقافتنا وقيمنا الدينية زي يتم غرس القيم والعادات التقاليد الدينية الأصيلة مع ولادنا ده حنحاول نتكلم فيه النهاردة مع حضراتكم في الفقرة الدينية اليوم الجمعة في صباح الخير يا مصر مع دكتور إسماعيل محمد عبد الحي الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من ورنة ومشرفنا أهلا بك فانت أهلا وصلا بحضرك فانت يعني بداية القواعد نتكلم كده القواعد الأساسية في التعامل مع أولادنا في سن البلوغ سواء أولاد أو بنات للحفاظ على قيمنا الأصيلة فيما يتعلق بالمظهر والشكل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وختم النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أولا كل عام وحضرتك وأستاذنا الفضلة والسادة المشاهدين والأمة الإسلامية العربة العالم كله بخير وصحة وعافية بمناسبة المولد النبوي الشريف وحدك طيب وخير التعامل مع الأولاد وتربية الأولاد يكون بالقدوة أهم شيء لغرس الأخلاق الطيبة والأشياء الصالحة في الأولاد أن يكون الوالد والوالدة قدوة طيبة لأولادي للأسف الشديد إحنا بنشوف بعض الناس هو بيتناسى هذا الأمر وممكن يظل يطلب من أولاده أشياء وهو يخالفها يعني يقول لابنه صلي وهو مش بصلي أو مثلا يطلب من ابنه أنه هو يتكلم كلام مؤدبك وهو ممكن يخالفه طبعا يا جماعة إحنا لابد أن نعلم أن الفعل يؤثر أكثر من الكلام لأن قالوا يعني قديما كفعل رجل فعل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل في رجل فبعض الناس يظل ممكن يتكلم كثير لا القدوة مهمة جدا لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذا والقرآن أمرنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثير فمثلا أمر الآباء أن يعلموا أولادهم الصلاة قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع هو كده عنده سبع سنين ومره بس مش يعني كي نستفهم أمر يعني لا بعنف لا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان رفيقا وما كان الرفق في شيء إلا زانة كما قال صلى الله عليه وسلم وما نزع الرفق من شيء إلا زانة والنبي كان يعلمنا القدوة دي ازاي كان يأخذ الأطفال سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما المسجد حضرتك نازل تصلي النهاردة مثلا الصلاة الجمعة ما تتركش الولد نايم وحضرتك نازل تصلي لا صحي واما حضرتك وعرفوا له النهاردة يوم جمعة وهذا يوم معيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويلا بينا كده عشان نروح نصلي في المسجد ونيجي الولد لما يلاقي هذه الأمور النبي كان يعمل كده لدرجة أن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يحدث من الطفل أشياء وكان سيدنا النبي يتسامح ليه عشان خاطر يريد منه أن يتعلم يعني في مرة من المرات سيدنا الحسن أو الحسين ارتحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي إمام هو سجد فحتى ما سأله الصحابة أطلت السجد قلنا نزل عليك لوح قال لا إن ابن ارتحلني فكرهت أن أقطع عليه حاجته صلى الله عليه وسلم أيضا حتى في الأمور الاجتماعية يعني مثلا لا يقتصر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سيدنا عمر بن أبي سلم رضي الله عنه كان غلام في حجر النبي قال كنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم أعتربى في بيت سيدنا النبي مع أمه فقال لما وضع الطعام قال فكانت يدي تطيش في الصحفة طبعا نحن عندنا الصفحة والصحفة الصفحة هذه صفحة الكتاب بنقلب الصحفة اللي هو الإناء الذي يوضع فيه الطعام وكان قديما من خشب أو فخار فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا الغلام يده تتنقل في الإناء من كل مكان يأكل كذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يعلمه كيف يأكل قال يا غلام سمي الله عندما تبدأ قل باسم الله وكل بيمينك كل بيدك اليمنى وكل مما يليك هذه تعليم تربوية بعدين شوف شوف هذا الغلام العبارة جميلة جدا اللي هي دي إحنا لما نعلمها تبقى مغروس يقولي فما ذالت تلك ضعمتي بعد ما زلت على هذا التعليم العلمون النبي صلى الله عليه وسلم إن أنا إيه بسم الله وبأكل يعني حداك بتقول في المأكل وفي الحياة عمتا وفي الملبس كمان نعم طيب إزاي دلوقتي أنا أبدأ أعود أولادي على إن هما يكونوا الملبس الخاصة بيهم تكون بتناسب الدين الإسلام بشكل كبير مع الانفتاح الكبير اللي موجود في حياتنا وبيشوفوا الأولاد من سنهم بشكل كبير بيلبسوا لبس يمكن البنات أو الولاد بيكون لافت وغير يعني مناسب ليه عادتنا وتقاليدنا حتى المصرية طبعا اللبس بالنسبة للرجل الرجل لابد له أو للمرأة أن يلبس كل واحد لبس ما يسطر عورته دهازة أول طبعا وبالنسبة للمرأة من ضوابط ألا يكون اللبس كشفا للعورة ألا يكون وصفا ألا يكون محددا وبدن المرأة أن تسطر جميع بدنها ما عدا الوجه والكفي الشباب نحن نقول يعني الشرع من جماله أنه ترك الزي واللبس للعادات والأعراف فنحن عندنا الأعراف كل مكان يعني كان يأتي الوفد على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كل جاي من مكان ومعه زيه معه زيه الخاص به في عرفه حتى في بعض الأعزق قال فكان يعجب ما رأى من سمتنا وزينا لما جاء وفد الأسد صلى الله عليه وسلم الشادي نحن بنقول لما كنا أنا مثلا في مكان هذا المكان يلتزم بزي معين ولبس معين في عرفه ما دام أنه هو لبس مؤدب ومحترم ولا يكشف عوره ولا كذا يبقى إذن أنا ألتزم بي ولا أخالفه وأيضا أعود وأقول الأب والأم قدوة لأن أنا مش هقول لابني ما تلبسي كذا وأنا مثلا ألبس حاجات مقطعة وحاجات مش عارف إيه طب خلينا واقعينا مولانا يعني بيحصل ده في بيوت كتيرة أوي مصرية وفي أسر بيحصل حالة الجدل والحوار ما بين الأب والأم والأولاد في بعض الأحيان الأولاد أو البنات بيكونوا مصممين على طريقة لبس معينة تماشيا كده مع الجيل اللي هو عايشه مع محيطه الاجتماعي لما بيروح مكان أو غيره بيشوف اللفسنه أو أقرانه بيلبسه نفس اللبس فبيحصل حالة الجدل في البيت الأب يقول لا ما تلبسشي الأم تقول تتدخل ضبط هذه المسألة يكون إزاي حالة الحوار دي إزاي تكون حالة يعني مثمرة ومقنعة كمان لابني أو بنتي أنه لازم يلتزم بزي معين في المكان اللي هو رايحه أولا شكرا لحضرين خلينا متفقين أنه الأولاد عموما بيحبوا الإقناع يعني الأمر أنك أنت تؤمر فقط كده وتترك الطفل أو لبس كذا أو متلسك كذا ما يلفعش هذا هو مش هيقتنع يعني حتى ممكن لو هو فعل كده خوف أو كذا بس أنت ما أقنعتوش فهم دايما بيحبوا أساليب الحوار الهادئة والإقناع الطيب إننا أتكلم معه وآتي له بأمثلة طيبة وأذكر له أشياء وأقول له مثلا أنت لو رايح مثلا تقابل حد بنلبس لبس كده لو مش أرق كل مناسبة لها مثلا زيها الخاص بها أنا رايح مناسبة فرح غير ما رايح مثلا عزاء غير ما رايح يعني كل شيء له مناسبة له ما يناسبه من حال في الملبس معي الأمر الثاني أنه هما مع الأولاد لازم يصحبه لأنه هو أنا معي الإبن مثلا هو لي صحاب فهو بيسمع من صحابه ويرى كلامهم ويرى زيهم فلو أنا ما صحبتوش مش أعرف أوصل له المعلومة اللي أنا أوصلها له يعني عاوز أوصلها الأمر الثاني أنه برضو نرجع ونعود يعني كل شيء فعل الأب نفسه والبيئة المحيطة حتى لو له أصحاب الأب عندما يكون لبسه مناسب ويناسب العرف ويناسب الشرع الأبن يقلد أباه في هذا الشيء لذلك قالوا قديما مشى الطاوس يوما بيع وجاجه فقلد شكل مشيته بنوه فقال علامة اختالون قالوا بدأت ونحن مقلدوه أما تدري أبانا كل فرع يجاري بالخطى من أدبوه وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه فهو ليه إحنا بنركز جدا في موضوع القدوة لأن ده مهم والفعل له تأثير يعني حداك شايف أنه إحنا لازم نبدأ مع أولادنا في أن أنا أعلمهم مش التعليم الدين بس السليمة وصحيحة حتى في طريقة اللبس من هما صغيرين يعني ما أتركش الأمر اللي هما لحد ما يكبروا في سن المراحقة مثلا وأبدأ أعودهم على لبس مناسب لتعليم الدين الكريم يعني صحيح دا؟ لا إحنا برضو لا نريد أن نحر نحن في السن الكبير هيبقى صحة لا نريد يعني كما يقال خير الأمور الواصلة لا نريد أن نحرم الطفل أيضا من طفولتك صح يعني برضو لأن كل مرحلة له حق فيها حتى الشرع في أمهات تقولك لسه صغيرين البنت لسه صغيرة تلبس براحتها الشرع أعطى الطفل يا فندم يعني مثلا الشرع أسقط التكاليف عن الصبي حتى يبلغ فأنا لا يصح أن أنا أتعامل مع الطفل في التكاليف كتعاملي مع ماذا؟ مع الإنسان البالغ ولكن أنا أعلمه وأرشده وأشرح له كيف يفعل هذا ولكن لا أحرمه من حق طفولته وممكن مثلا أن أنا هو بيلبس يعني ما يناسب الطفولة وكذا لكن أعلمه أقول له لحنا لما نكبر إن شاء الله خذي بالك لما حدك تكبره تبقي زي ماما كده وتبقي مثلا عروسة جميلة إحنا اللبس اللي ننسب حضرتك كده لكن دلوقتي إحنا بنلبس كده عادي عشان إحنا لسه صغيرين وكذا يبقى إحنا إيه نعلمهم كده لكن ما ينفعش إن أنا آجي على حق الطفل كطفل وأتعامل معه مثل مين؟ مثل الكبير يبقى أنا كده برضو حرمته من حقي طفولتي وربما لقدر الله هذا الأمر يجعله يتمرأ لأنه يحس نفسه ما عاشي إيه فييجي ينقلب الأمر التأثير اللي يقتصر فقط على تأثير الأب والأم والأسرة لكن أيضا تأثير الأقران أو المحيط اللي بيعيش فيه ابني أو بنتي مهم جدا هذه المسألة أننا ناخد بنا كأباء وأمهات من أصدقاء أبنائي أو بناتي من المحيط الخاص اللي بيتفعلوا به معاه لأنه ده بيؤثر بطريق مباشر وفي بعض الأحيان غير مباشر على سلوكياتهم في الحياة صحيح ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من كده وقال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا هنا أن الصاحب الصاحب إما أن يكون صاحب صالح أو صاحب سيء هل كأب عفل مؤطعة ممكن أتدخل في أني أختار أصدقاء أبنائي أو أقول لي ابني لا تصادق هذا الشخص أو الشخص الآخر نعم هو الوالد النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أنا أرشد ابني بالأساليب الطيبة وبالرفق أيضا نؤكد على الرفق هذا في التعامل مع الأولاد وبالإقناع كيف يختار أصحابه يعني أنا أضع له بعض الضوابط والأداء بقول له مثلا ممكن أنا دردش معاه أولا لو أنت عاوز صاحب مثلا يا فلان أو يا أحمد أتختار ميم أنا اللي أبدأ معاه قول لي كده صحابك يتحب يكون فيهم صفات إيه فهو يقول لي مثلا يكون كذا يكون مش عارف إيه خلينا متفقين أنه مش ممكن نختلف مع كل الصفات يعني منطقيا أكيد هتبقى فيه صفات مقبولة وفيه بعض الصفات ربما ربما لا تكون مقبولة يبقى هنا أنا مش هنقشه في المجمل كل هنقشه في إيه في بعض الصفات أنا لما أتكلم معاه في الضوابط العامة هو بعد كده دي هتصير ميزان عنده فهيختار بناء عليها مين اللي صحبه لكن لو حضرتك زلالت تقول له فلان مش هنقطع ما هو هيقابل ناس كثير لازم يجرب بنفسه آه لازم يجرب فأنا أضع له أضع له الصفات الطيبة أقول له أنت تختار صديقك على أسسي واحد اثنين ثلاثة يبقى أنا ذكرت له هذه الأمور والضوابط والآداب الطيبة بعد كده صارت هذه في عقله كالميزان هو أبل فلان أبل فلان آه لا فلان ده صفاته تتمشى معي لا ما تتمشى لا تتمشى صفاته طيبة صفاته غير طيبة يبقى هو صار وحده بعد ذلك سيضبط لكن حضرتك مش هينفع كل واحد يمشي هيقول لابنه ومش هيقفل كل الناس معه وقول له فلان ينفع فلان ما ينفعش طيب يعني بسبب الضغوط والظروف الحياتية اللي احنا بنعيشها دلوقتي معظم الأسر الأب والأم بيشتغلوا ويمكن بيقدوا اليوم كله يوم طويل جدا في العمل علشان نقدر يوفروا الأولادهم حياة كريمة هل شايف حضرتك إن إن شغال الأب والأم عن الأولاد ده ممكن يؤثر معدلة صعبة إزاي أي أب وأم يقدروا حاوة هو طبعا كل واحد له حق نحن نقول لجميع الأسر يعني لابد لكل واحد أن يهتم اهتماما كبيرا بأولادي لأنه ليس القضية المكسب المالي فقط الأولاد دول هم المكسب الحقيقي ثروة الحقيقية وهي الثروة الحقيقية القضية ليست المال فقط ولذلك يعني رحم الله من قال ليس اليتيم الذي قد مات أبواه من هم الحياة وخلفاه ذليلا إن اليتيم من تلقى من تلقى له أم من تخلت أو أبا مشغولا شوف يعني شوف العبارة مشه هو في نظره ليس اليتيم اللي هو ولده لا ده اليتيم الحقيقي في نظر هذا القائل اللي هو أبوه أمه موجودين لكن ما لهم كأنهم غير موجودين مشغولين عنه وهذا لا يصح وكل إنسان مسؤول النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل راعي في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها وعلى قدر المستطاع الأم والأب نحن دائما نزعل من بعض الناس حتى لو في الشغل لما تعود من شغلك اعطي حق أولادك لا نجلس أمام الموبايلات يا فندم وهذه مشكلة لا نجلس أمام الموبايلات ونترك الأولاد وإما أن الأولاد الأولاد هيعملوا كده بيجي يمسك كده وهذه الثقافات يعني هذا الشيء هو الطفل في هذه الفترة لا يستطيع أن يفرق بين السيء والحسن ولا بين الطيب والخبيث ليس ناضجا فهو هيسمع بقى ثقافات متدخلة وأشياء كان الأولى بالوالد عندما يعود أنه يجلس معهم يتصامر يجلس على الطعام وهكذا يعلمهم دكتور إسماعيل محمد عبد الحي الواعظ بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية شرفتنا وقفتنا ونورتنا في صباح الخير يا مصرك العادة دائما صباح الخير على حفظك نورتني فتوى